دلوقتي هنقابل صاحب المشروعة محمد حسني شرف واللي قرر يتجه للزراعات المائية لتجربة مركبات سمادية للنباتات بينتجها في مصنع خاص به في محافظة الأليوبية المهندس محمد حسني شرف حضرتك مهندس معماري وكت تمتلك 14 عيرات في هذه المنطقة في الأليوبية وقررت تدخل في زراعة الهايدروبونيك في صوب معزولة تمام عايز أعرف منك إيه اللي خلقت التجه لده والله إحنا كنا شغالين في مجال المأولاد وكان عندنا شركة مأولاد وشغالين بمعاهية الأمنية وشغالين معجهات حكومية كتيرة بس صراحة إيه الشغل معنا بدأ يعني إيه يقل شويتين فبدأنا إن إحنا نشوف برضو مجال تاني إيه لفتح مجالات أخرى ممكن تبقى أفضل خصوصاً إن توجهات الدولة كلها لزراعة نظيفة وإحنا بنمتلك جزء الأرض دي فقلنا إيه نعمل على مشروع نعظم الاستفادة منها إنت دافع في تكلفة الأربع بكيات دول حوالي 2 مليون جنيه حسابتها إزاي بقى أنك تستدرس المال ده في أسرع وقت وحسن إيه ما فيه ربح بصراحة الأرض كانت موجودة عندي ما كانتش بيجيب أي عائل فلاقينا إن الصوب فعلاً هتبقى تكلفتها مثلاً إحنا زرعين مثلاً الفراولة دي في 450 متر والإنتاجات بتاعتها هيجيب فدان يعني إحنا عملنا الباكيتين دول فراولة اللي هو الفريتكال فارمدة وعملنا الـ NFT وعملنا زراعة الأرضية فقلنا والله الفراولة تقرب عن زمجة بعض تقرب بينهم أقرب بينهم بعد دورة مثلاً أو دورتين اللي هتبقى كويسة معايا نكمل فيها ونبتلين نتوسع فيها إنتك يا صاحب مشروع بقى بتتدخل في كل حاجة هنا ولا سيب الخبرة لأهلها خبرة في التنفيذ شوية مثلاً في المأولات في الإنشاءات فأنا كريم طبعاً هو صاحب الفكرة وهو طبعاً الأكثر دراية مني بس هو ما كان بيقول لي فكرة كن قول لي طب إيه رأيك لو عملنا كذا أحسن يقول لي لأ أو آ ناخد رأي بعض وكان بين نف طيب الإنشاءات حاجة والتسميد والمكافحة حاجة والتسويق حاجة طالي أخرى خالص جاهست نفسك للتسويق ده أنا صراحة يعني إيه من أول يوم زرعنا بدأت أشوف إحنا طبعاً الأليوبية مشهورة جداً بالفراولة طبعاً روحت لناس مثلاً خبرة أكتر مني فعرضت عليهم الموضوع وهم يعني صراحة رحبوا جداً بالموضوع وبقوا يدعموني جداً يعني إيه عايزين هم عايزين يأخذوا التجربة دي لأن زراعة الفدان في الفراولة بتتكلف في الأرض تكلفة 200 ألف يعني وسط لبتين ألف آه يعني السنة دي زراعة الفدان الواحد بيتكلف 200 ألف فطبعاً هنا داخل الصواب ما بيتكلفش ممكن مثلاً أقل من نقول تلت المبلغ ده أو ممكن أقل فطبعاً هم مرحبين جداً بالموضوع وخاصة أن نحن مثلاً أسمدة أو ري يعني طبعاً الموضوع المية ونقص المية وكده فطبعاً ده بياخد واحد على العاشرة من اللي بياخدوا الزراعة الأرضية لأن نحن مثلاً مثلاً 30 ألف شتلة دول بنرويهم بتقريباً متر مكعب واحد مية متر واحد مية وبيتردلنا ثاني يعني إحنا بنروي به بعملين له قنوات ومجاري بيرجع ثاني في قلب خزان مغلف بولي كربونايت بناخده وندخله ثاني نقيس المغازيات اللي فيه بعد اختباره نكمله ومتابع معنا ده كاترة في كلية الزراعة فجمع ببنها